الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان سيرته الذاتية من هو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان؟ كان الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة من زوجته الشيخة فاطمة بنت مبارك ولد الشيخ هزاع في مدينة العين بإمارة أبو ظبي عام 1965 مسيرته التعليمية أنهى الشيخ هزاع دراسته الابتدائية والإعدادية في مدارس أبوظبي ثم التحق بكلية العلوم السياسية والإدارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1988 مسيرته المهنية تدرج الشيخ هزاع في المناصب السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومستشاراً للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن يصبح نائب حاكم إمارة أبوظبي المناصب التي تولاها الشيخ هزاع نائب رئيس جهاز أمن الدولة بين عامي 1988 و1993 رئيس جهاز أمن الدولة حتى عام 2006 مستشاراً للأمن الوطني رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عام 2010 نائباً لحاكم أبوظبي عام 2023 وفاته توفي الشيخ هزاع بن السلطان بن زايد آل نهيان صباح يوم الخميس التاسع من شهر مايو أيار عام 2022 زوجة الشيخ هزاع كانت زوجة الشيخ هزاع هي الشيخة موزة بنت محمد بن بطي آل حامد شقيقة الشيخ عبدالله بن بطي أبناء الشيخ هزاع كان للشيخ هزاع خمسة أبناء الشيخ زايد بن هزاع آل نهيان الشيخ سلطان بن هزاع آل نهيان الشيخ محمد بن هزاع آل نهيان الشيخ حمدان بن هزاع آل نهيان الشيخ خالد بن هزاع آل نهيان إنجازات الشيخ هزاع ساهم الشيخ هزاع بشكل كبير في نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة وشغل العديد من المناصب الهامة في الدولة وسعى جاهداً لخدمة شعبه ووطنه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته اشتركوا في القناة